موسيقى اطلت على البلاد مناسبات عديدة منذ بداية شهر اغسطس الجاري ومن بينها اطلالة عيد العطهى المبارك هيسو جرت العادة ان يتلقى رئيس الجمهورية ادريس دبي اتنو من القادة الدينيين والعلماء التهاني وتبركات العيد السعيد هذا اللقاء المبارك الذي جمع المشايخ والعلماء والفقهاء برئيس الجمهورية تصدر جدول عماله بتناول مجمل القضايا التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن منها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تأثرت بفعل الادرابات ذلك ان الرئيس الجمهورية ادريس دبي اتنو باتباره الرائع الاول والمسؤول المباشر للامة التشادية فقد دعا خلال لقائه بالمشايخ كل القتاعات للنقابات العمالية الى تحكيم الاقل واللجوء الى لغة الحوار فانه السبيل الامثل لفض الخلافات وتقريب وجهات النظر واقرار مبدأ التفاهم وعطاء المصلحة العامة فوق المصالحة الخاصة وان الرئيس الجمهورية ادريس دبي اتنو قد ابدأ تفاهمه لهذا الوضع وعزم على بناء المجتمع الذي تطلع الى افاق مستقبلية واعدة اريد ان انتهز هذه الفرصة لقدم ندع وطني لكل شركائنا اجتمائيين ادعوا نغابات الامال الى التجديد لحوارهم مع الحكومة من اجل الوضع حد لهذه الاضرابات الدائمة التي تسبب لنا كثير من الدرر واللافذ ان مناسبة عيد الاطه المبارك فترة تتوجه فيها عامة الناس الى ازالة الاوائق وابداء الروح التسامح والتآخي ونبذ الخلافات وهي ملحمة يجب من خلالها ابطال التجاوزات وتطلع الى مرحلة تتألف فيها الوشائج الاجتماعية وترقية المجتمع وان الفترة الزمنية العصيبة التي تشهدها البلاد ما هي الا سحابة صيف غير ان هذه السانهة التي جسدت روح الاخاء يتطلب التعامل معها بالضرورة لاجل تقديم المصلحة العامة قبل الخاصة وان دعوة رئيس الجمهورية للقيادات في النقابات العملية يقصد منها انقاذ البلاد والسعي لا توفير المناخ الامن الملائم للمواطنين بغية الوصول الى الاهداف التي رسمتها البلاد نهوى النهضة والازدهار ولا سبيل لبلوغ ذلك الا عبر حوار اجتماعي مبني على اسس قوية يستدعي الجميع الى بحث في سبيل الخروج من هذه الدائقة المالية كما ان الحوار يعدر واحدا من الجوانب المنصوص عليها في ارساء مبدأ دولة القانون التي دعت اليها مخرجات المنتدى الوطني الشامل لاصلاح المؤسسي هذا وان الاصلاحات الجارية التي تخذها رئيس الجمهورية ادريس دبيت نو مبدأ لاطلالة تستشرق بها البلاد نهوى غد افضل والتوجه الى استغلال الطاقات الخدمية والنحوذ بالبلاد ويؤد هذا العمل سلم يرتقي منه الشعب الشادي الذي يألوه الامل في ان يجد ويكد لاجل بلوغ اسمى الغايات والسير نهوى النهضة والتنمية المستدامة في البلاد اشتركوا في القناة